اشتركوا في القناة 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 زيت البلدية زيت الزيتون ملح بالطوق بابريكا سكيجبير كوركم فلفل أسود كمون خلط نضيف حبة الفلفلة نقطع رقيقة نضيفها لأنني نسيتها محطوطة هنا وعود مني صورتها تحدث لي الفيديو سنعود نحل الكوكوت ونصوبها ونضيفها فوق البوطة كالطيب نشعل على البوطة يعني بعد ما تصفر على الكوكوت نخليها بخمسة دقيقة فقط على عافية مهي نرى تكون طابت نجيب هنا جوج حبة للطاطة اللي قطعهم شرائح شوية غلاد ماشي بحل نقليه هكا في المقلاق في الزيت نخليهم هكا شتومها يرى غلاد شوية ونضيفهم على الجن ونضيفهم على الجن ونأتي هنا عندي فصوصة ديلة تومة عندي 4 فصوصة ديلة تومة قدرت واحد الإناء فاش غدين نهرسهم ونضيف الزيت البلدية ونضيف الزيت نباتية ونضيف خل الليم والحامض شوية الملحة شوية البابريكا أو تحميره السكنجبير لا تنقوش منه وشوية الكامون والفلفل أسود أو البزار أنا عندي هنا البيض ونضيف الكوركم أو الخركم البلدي سوف نضيف الزعتر 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 إذا كان نطحون ستكون مع القصغيرة عامرة سوف نخلط نخلط التبيلة ونفرق القياس اللي سنصيب فيه الحوت ونبدأ نرقض الحوت مثل هكا لا تنقوش فيه العطرية ثم شفتو معي نضيف خفيفة لأن هنا لدي الكيمية الكيلونس الحوت يعني ردرت تتبيلة خفيفة ماشي كثيرة نخليها تشرب بحال هكا ونضيفه على الجنب ثم بعد نجب واحد اللاطة اللي فرشت لها الزبدة أو الطبخ ونصرح فيه بحال هكا الحوت ونرجع البطاطا دينا حتى هي نضيفها شوية لها العطرية ونخليها حتى تشرب هذه العطرية حتى تشرب لنا العطرية نضيفها السودانية ونضيفها نضيفها فران فران يسخن على 200 دراجة بعد ما اندخلوا لي الحوت ونضيفها ونضيفها الفرفارة ونقص عليه حتى لا يتحرق ونقص عليه الزبدة نضيفها ونضيفها حتى نضيفه حتى تراجع البطاطا ونقص عليه ونقص عليه ونقص عليه ونقص عليه اتسعر من الحديث خفيف سوف نضعه على الجنب كما قلت لكم ها تزعلوك ديال السميتور كي يجيرها على الشفلور كي يجيرها على البنات وكي يجير الديد سوف نضعها في طبقة تقديم سوف نضع الزيتون لأننا لا نريد الملحة بالزاف والزيتون سيكون مالح وعلى فكرة البنات الزيتون بحالها كي يجيكون مالح كي يجعلوه فيه المطيب وكي تجعلوه مرقض في المطيب وحد الساعة حتى يبرد عليه المطيب وتعودو تشلوه أرى ما تتبقاش في ديك الملحة وما تيخسرش سوف نضيف الزيتون في الشرمولة سوف نرى كيف طابت الصينية ديالنا ديال الحوتره وجدات والبطاطا بحالة لقالينها كنوجدوا الطبق ديالنا وجربوا البنات وردوا عليها في التعليق كي تجي رائع وكي تجي لديدة هاد الأكلة وما تنسوش إلي عجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد نجداد على القناة والإقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعليق الزوين اللي كتحطوا لي ونخليكم مع الصوار ونقول لكم بصحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة